السلام عليكم واني زنوبيان بغداد ارحب بكم قناتي زنوبيا تشانل واليوم حبيت اصوي لكم ريفيو عن صبغ الشعر لوريا الخالي من الامونيا وراح اشرح شن الفرق بين اصباغ الشعر الخالية من الامونيا واللي تحتوي على الامونيا وراح اقول الاخطاء اللي كنت اصويها لما كنت اصبغ شعري حتى تجنبوها فتابعوا ويايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم اليوم بنات حبيت اصوي لكم ريفيو عن صبغ الشعر لوريا الخالي من الامونيا انا طلعته في فيديو مشتريات رح اترك الفيديو بالاي كارد او بصندوق الوصف حتى تشوفونا هو سعره الخالي من الامونيا سعره عشر تالاف دينار واللي يكون بيه امونيا سعره سبع تالاف دينار طيب شن هذي الامونيا اللي تتحكم باسعار اصباغ الشعر الامونيا بنات هي المفروض انه هي المادة او المكون اللي ثبت اللون بصبغ الشعر يعني لما يكون صبغ الشعر خالي من الأمونية فهذا الثبات اللون بي ضعيف إحنا يسا بدينا بالمميزات والعيوب ما يخالي فإحنا يسا راح نشرح الفرق بين الأنواع صبغ الشعر الخالي من الأمونية المفروض أنه يكون صحي أكثر على الشعر وعلى فروة الراس لأنه راح يكون خالي من المادة اللي ممكن سبب تحسس أو ضرر لفروة الراس اللي هي الأمونية فهذا صبغ الشعر الخالي من الأمونية هو ما يكون خالي تماما من الأمونية وإنما تكون بي نسبة أمونية قليلة لأنه لازم يخلون بيه أمونية بنات على مùد يثبت اللون بالصبغة يعني الصبغة تثبت بالشعر بينما صباغ الشعر اللي تحتوي على الأمونية هذه ممكن تكون شوية يعني ما تكون صحية أكثر أو خلين نقول لها معادلة تكون بيها أمونية وتكون صبغة الشعر ثابتة على الشعر لكن من نفس الوقت ممكن تكون قوية على فروة الرأس ممكن تسبب ضرر تحتاج عناية أكثر فهذه هي الفكرة من أصباغ الشعر اللي بيها أمونيا وأصباغ الشعر الخالية من الأمونيا أنا عندي هنا ناصبغ الشعر لوريال راح أحقي هميا على أنواع أصباغ الشعر اللي جربتها وأطيكم فكرة سريعة عنها بس بالبداية راح أقول ملاحظة مهمة عن اختيار لون صبغة الشعر أنه لازم تختاروها حسب أندرتون البشرة الاندرتون ضروري جدا بنات انه انتو تعرفون الاندرتون وتختارون المكياج والملابس وصبغة الشعر حسب اندرتون البشرة انا سويت لكم ريفيو او فيديو عن اندرتون البشرة وعن اختياره وعن يعني بهواء ملاحظات او معلومات جديدة مم هذه المعلومات الخطأ المنتشرة باليوتيوب راح اترك الفيديو بالاي كارد او بصندوق الوصف حتى تشوفونا انا راح اشرح هذه الفكرة راح اختار فنانات معروفات واحشي لكم يعني انطيكم يجي فكرة سريعة عنهم مثلا الفنانة الهام شاهين هي بيضة الهام شاهين بيضة الاندرتون ما لاتها يميل على بارد فما تناسبها الشقارات لانه الشقارات على اصفر اذا حبت ان هي تصبغ شعرها اشقر فلازم تختار لون شعر يعني مناسب لون مناسب او اندرتون مناسب لها فمثلا الاندرتون او لون اللي صبغة الشعر اللي تناسبها اكثر هي الالوان البنيات الاسود البني الالوان اللي تكون على ميلة على احمر لانه هي لون الاندرتون مثل ما قلنا يميل على بارد يميل على احمر فما تناسبها الالوان على شقارات انا نعدكم المطربة بيونسي بيونسي هي سمرة بس يناسبها لشعر الاشقر اللون الاشقر يناسبها لانه هي الاندرتون عدها على اصفر يعني يكون الاندرتون دافي على اصفر فاتناسبها لشقارات لانه هي شقارات اصلا لانه الشقارات هي اصلا على اصفر فاللون راح يناسبها يوالمها على اشقر فهذه هي الفكرة من اختيار لون صبغة الشعر حسب الاندرتون طيب هسا راح نجي على لوريال صبغة الشعر لوريال راح اعرفكم عليه هذا صبغة الشعر بنات حلو بارد على فروة الراس ما يؤذي الشعر بترطيب بنسبة ترطيب هو من خلين بيزيوت فراح تكون بنسبة ترطيب على الشعر يعني انا ما لاحظت جفاف او حكى فروة الراس بالعكس هو بارد على فروة الراس هو يحتوي او المواد اللي تجي وياها هي الصبغة الشعر اللي هو نسبة اللي بيه 60% يعني نسبة او عفوا مو 60% 60 غرام هنانا المادة التلوين اللي هي 60 غرام وعندي هنانا الاكسجين اللي هو يكون همياً 60 غرام لأنه لازم النسبة متزاوية هم مكاتبين اشجد نسبة الاكسجين بس قالين الرقم اثنياً على اساس انه انتي تخلطيهم يعني سوية وبعدين اخر شي عندي هذي حمام الكريم اللي هم خلينا طبعاً هو زيان هذا حمام الكريم بنات الكمية ماتة كل الزيانة فتقدرين حتى تستخدميها يعني اكثر من مرة وطبعاً هنا النشرة مالتة والقفازات اللي موجودة بالداخل فهذه محتويات صبغ الشعر هذه بنات صبغ الشعر مثل ما وضحت هو حلو بارد على فروة الراس وزيان طبعاً هو زيان كتبات زيان لكن احنا أنا قلت لكم الانواع اللي تكون بها أمونية تكون أثبت على الشعر يعني صبغة تكون أثبت على الشعر طيب شنو هي الأنواع اللي جربتها واللي أنصحكم بيها الأنواع اللي جربتها عندني غارني غارني يطلع لكم اللون مضبوط اللي على العلبة يطلع مضبوط على العلبة الأصباغ اللي اللي اللبنانية همين زيانة الأصباغ الإيطالية تنشف الشعر للأسف يعني هي طبعاً يعني ضروري أنه انت تخلين تعتنين زيادة مع الأصباغ الإيطالية هي تنطيج لون الشعر المضبوط يعني هي مضبوطة واللون مضبوط والثبات مضبوط لكن هي تنشف الشعر وتنشف الفروة أنا استمرت عليها فترة فسببت لي حساسية فروة الراس وأني همين سويت أخطاء يعني يعني مثلاً قبل ما أصبغ الشعر كان المفروض أنه أنا أسوي حمامات كريم يعني قبل ما أصبغ شعري المفروض أنه أنا أسوي حمامات كريم بفترة وبعدين أصبغ شعري وبعد أصبغ الشعر لازم همين حمامات كريم على مود اترطب الشعر الشعر ينشف فيحتاج أنه هو يترطب هذه الخطأ الأول اللي كنت أسوي والشي الصحيح الخطأ الثاني اللي كنت أسوي هو أنه أنا أصبغ الكمية كلها مرة وحدة الحيح اللي أسوي هو أنه أنا أقسم شعري قسمياً أبدي بالورا وأسوي كمية على قد الكمية القسم الخلفي يعني من الشعر فأكمله وبعدين أخلط مرة ثانية والوجبة الثانية اللي راح أخلطها أسوي بها شعري اللي يصير قدامي يعني الشعر القسم الأمامي وأنتظر فترة الفترة اللي مكتوبة على العلبة وبعدين أخسل شعري وأخلي حمام كريم بعد ما أخسل شعري طبعاً بنات الصبغ الشعر طبعاً بنات صبغ الشعر هو مجرد ما أنه أنت تخلطين الصبغة فيبدي أكوى عداد وقت يعني لازم أنت ما تتجاوزين لازم تنتبين على هذه الشغلة خطأ الثالث اللي كنت أسوي هو أنه ألف شعري بنايلون أو يعني أخلي كيس نايلون على شعري هذا خطأ يعني المفروض أنه الشعر ما يتغلف لأنه منياً ياخذ الأكسجين منياً يتأكسدي يتأكسدي من الهواء فلازم إحنا ما نغطي شعرنا نخليه مثل ما هو وحسب الفترة وبعدين نخسل شعرنا الشي الثالث اللي كنت أسوي همياً خطأ أنه أنا أصبغ فترات متقاربة لا المفروض الشعر يصبغ حاولي يعني أو حاولي أنه أنت تصبغين الشعر على فترات متباعدة يعني يكون مثلاً بالشهر مرة حلو زيان هي تشي بالشهر مرة تصبغينها على فترات متباعدة ولازم الشعر وصخ بنات ما يكون الشعر نظيف لما نحن نصبغ شعرنا لأنه الوساخة هذه اللي يصير عفواً بالكلمة هي مثل الغلاف على الشعر تغلف الشعر فتحمي الشعر من يعني ما يكون ضرر مبالغ به يعني ما تكون الصبغة ضر الشعر بزيادة إذا هو كان نظيف الامتصاص رح يكون أكثر فممكن الصبغة الشعر ضر الشعر بينما إذا وصخ رح يكون الامتصاص أقل وطبعاً إحنا قلنا العناية بالشعر قبل وبعد الصبغة ضروري جداً لأنه أكو أصباغ الشعر تنشف الشعر هذا كل ما يخص أصباغ الشعر اليوم وصبغة الشعر ويعني العناية بالشعر بعد صبغة الشعر أتمنى أنه هذا الفيديو اليوم عجبكم واستمتعتوا به أخيراً أقول اشتركوا بالقناة فعلوا جرس الإشعارات إذا عجبكم في فيديو اعجبوا لايك تابعوني على موقع التواصل الظاهرة على الشاشة وليتقوا رابطة بصندوق الوصف تحياتي لكم وشكراً